اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف طريقة فهم وحل سؤال القطعة للمرحلة الاعدادية جميع الصفوف طبعا لما نجي نتعامل مع سؤال القطعة من الطبيعي انه ممكن يجيب لي بعض الكلمات الغريبة او بعض الحاجات اللي انا معرفهاش وديت هتعتمد بقى في الفهم بتاع القطعة ان انا استنتج المعنى العام بتاع الحاجات ديت من خلال القطعة نفسها طب ازاي نتعامل مع اي سؤال قطعة مفروض بنقرأ القطعة الاول بشكل سريع ناخد فكرة عامة عن القطعة بعد كده المرة التانية بنقرأ القطعة ونحط خط تحت الحاجات المهمة او الحاجات البرزة في القطعة زي اسماء زي روابط زي اماكن زي تواريخ زي اسباب وهكذا بعد كده بنشوف الاسئلة بناخد فكرة عامة عن السؤال وبعد كده بنبدأ نشوف كل سؤال لوحده معظم الاسئلة بتبقى اجابتها موجودة بشكل مباشر في القطعة ولكن بعض الاسئلة بتبقى مش مباشرة او جاية بشكل غير مباشر وهنا الاجابة هتعتمد على ان انا قريت القطعة كويس وفي انتهى ولا لا طب نبدأ بنطبق على المودل وان نموذج الاولاني يبقى انا سؤال يا طرق ايه يا الشمس يعني قرى ضخمة من الغازات يبقى واحنا بنقرأ بنتعامل كده بنشوف الكلمات الكلمات اللي انا عرفها بترجم معناها في دماغي او بترجم معناها على الورق اللي انا بحل فيها طب طب كلمة ايه ديت اه من المفروض ان هو ممكن يجيب لي سؤال زي دوت يجيب لي ضمير تحته خط ويقول لي ات هنا مسلا تشير ليه نتعود كده بنشوف الكلمة او الضمير ايه ديت اه انا عارف ان كلمة ات بتشير الى حاجة ايه مفرد تمام وكمان في الغالب بتشير الى حاجة غير عاقل يبقى نرجع للسطر اللي قابله خلاص ونشوف كلمة ات اه ايه الحاجة المفرد غير العاقل يبقى اكيد ات هنا بتشير الى مين يبقى زا صن ات از ابوت حوالي وان مليون سري هندرد نينتي تو ساودند ويه تلتمية اتنين وتسعين الف كيلو ميترز ان ويتس اه كلمة ان ويتس لو انا مش عارف المعنى طب احنا كلمة ويتس دي اخدناها قريبة من كلمة ايه ويد اللي هي واسع او متاسع يبقى هنا يقصد بها ان العرض او الاتسعة بتاعها اللي هو الرقم دوت اللي هو مليون ويتلتمية اتنين وتسعين الف طب كلمة بمعنى ايه ضخم اه وإحنا بنقرأ برضو طب معناها ضخم يبقى معناها او معناها ايه كمان معناها او معناها كلمة اللي هي ضخم برضو يعني تحمل او تحتوي على كلمة اللي هي الكواكب انسايد ات كلمة مانلي معناها بشكل رئيسي كلمة ماد اب اوف كلمة ماد اب اوف يعني مكونة من او مصنوعة من هايدروجين اللي هو الهايدروجين ان هليوم جاس يبقى غزين اتنين اللي هو الهايدروجين و الهليوم يبقى دية المكونات بتاعة الشمس زي سيرفاس خدنا كلمة سيرفاس اللي هو السطح او الشكل الخارجي اوف زي سن از نون از خدنا كلمة نون از يعني معروف ك زي فوتوسفير اللي هي طبقة الفوتوسفير ده فوتوسفير از سروندد باي خدنا كلمة سروندد باي يعني محاضبي السن كلمة سن يعني رفيع layer of layer يعني طبقة من جاس نون از يعني معروفة ك كروموسفير كلمة وزاوت دية خدناها معناها لو لا او بدون وانا بنجيب بعدها اسم او فعلي زي اي نجي لو لا وجود زي سن الشمس يطرق ايه الريزلت او ريزلت النتيجة مش هيكون في اي حياة يعني على الارض طب بس كده لا مش هيبقى في اي نباتات ولا حيوانات ولا بشر يبقى لو لا وجود الشمس مش هيبقى موجود حاجات من دي از از هنا معناها لان اه نستندج بقى اللي هي الكائنات الايه الحية جاي من كلمة بتحصل على شطار الطاقة يعني بتحصل على الطاقة من الشمس كلمة اللي هي البقاء يبقى كده فهمنا الملخص بتاع القطعة ان القطعة بتتكلم عن الشمس ومكوناتها واهمية الشمس نروح بقى للاسئلة السؤال الاول بيقول كل الكائنات الحية جيت بتحصل على هنا يبقى الاجابة موجودة عندي بشكل مباشر طالما انا فهمت وعرفت يبقى بتحصل على ولا بوكس ولا انرجي لا ده سؤال سهل خالص يبقى كلمة انرجي اللي هي الطاقة طب لو رجعنا هنلاقي برضو الاجابة بشكل مباشر يطر السيرفاس ولا ميدل ولا بلانت ولا سورس لا يبقى هنلاقي كلمة السيرفاس اللي هو السطح او الجزء الخارجي اللي هو ده طب كلمة ات تشير الى مين طب اتفعنا بقى ويعرفنا في الاول ان بشوف كلمة اتها هي اه طب كلمة ات ديت يبقى بتشير الى حاجة في الجملة اللي قبلها طب الحاجة ديت مفرد ولا جعم لا ات تشير الى مفرد طب عاقل ولا غير عاقل لا يبقى حاجة غير عاقل it's about كذا يبقى ان هنا يقصد بيها the sun اللي هي الشمس من ضمن الاسئلة المهمة جدا اللي هو دايما بيجيبها لي بيقول لي give a suitable title يعني حط عنوان مناسب the passage اللي هي القطع طب ايه فكرة العنوان المناسب يعني ملخص القطع او القطع بتتكلم عن ايه طبعا زي ما قلنا القطع هنا بتتكلم عن مين عن الشمس يبقى ممكن نقول the ونحط كلمة sun ممكن ديت اجاب او ممكن نقول the importance of the sun اللي هي اهمية الايه الشمس او ممكن نقول دا the sun and its importance طب سؤال نخباننا بقى منه بيعتمد برضو على اننا قريت القطع كويس bull find a word يعني هات كلمة انزا بسد من القطعة that equals وايد اه يعني هات كلمة من القطعة ممكن اشلها وحط مكانها كلمة وايد اه طب كلمة وايد يعني ايه واسع اللي ارى القطعة اه هشوف الكلمة دي بشكل مختلف ها من شاطر وصل للحل برافو صح موجودة في سطر التاني اللي هي كلمة in ويتس كلمة in ويتس على بعضها بتساوي كلمة وايد يبقى هنقول in ويتس يبقى in ويتس دي بتساوي كلمة وايد طب what would happen يطرق اللي ممكن يحصل بقى if there were no sun برضو سؤال حتى لو انا ما قرتش في القطعة ممكن نجيب الاجابة يطرق اللي هيحصل لو مفيش شمس الاجابة موجودة ها مباشرة يبقى there would be no life on earth دي حاجة ممكن بقى نكمل there would be no plants no animals and no humans يبقى عموما هنقول there would be no life on earth اللي عايز بقى يكتب بالتفاصيل مفيش فيها اي مشكلة القطعة ديها هتعلمنا ان فيه اسئلة اجابتها بشكل مباشر وفيه اسئلة بتاعتمد على المعنى او اللي انا فهمته من القطعة نروح ليه النموذج التاني او الموضل تو لسؤال القطعة ونشوف there was an old man يبقى هنا بيحكي عن قصة يبقى بيتكلم عن قصة ال old man رجل عجوز he خلاص فهمنا يبقى كلمة he تشير الى old man was a salt seller كلمة salt لو الملح وسيلر جاي من كلمة ايه شطار كلمة سل يبيع يبقى سيلر معناها ايه بائع يبقى رجل ده كان شغال بائع للملح he used to carry كلمة used يعني كان متعود على carry the salt اللي هو الملح bag اللي الشنطة يعني او الحقيبة او الشوال بتاع الملح on his donkey to the market every day اه يبقى هنا بيستخدم وسيلة المواصلات البين اللي عليها اللي بضاعة بتاعته يبقى اللي هو الايه el donkey on zawai كلمة on zawai يعني في الطريق وهم رايحين رايحين فين ها شطار رايحين الماركت زي طب ايه المقصول هنا بكلمة زي ها من بطل بقى من خلال اللي احنا قلناه طب زي ديه تشير لا مفرد ولا جعم لا ده جعم طب مين اللي هما بيروحوا للسوق يبقى الراجل ويدونكي بتاعه شطار جدا ها تقرس يعني يعبره a stream يعني مجرى مائي يعني منطقة فيها ايه مية بيعدوا منها one day في يوم الايام the donkey suddenly يعني فجأة fill down وقع the stream جوه المية ديت and the salt bag طب النتيجة لو احنا جبنا ملح وي في شكارة وحطناه في قلب المية اللي بيحصل ها شطار الملح بيدوب يبقى الحملة هنا هيكون خفيف ولا تقيل لا ده هيقل على الحمار salt bag also fill into the water the salt dissolved اه ناخد بانها بقى الملح ها يطر ايه اللي حصله in the water من شاطر يستنتج ها سمح حد شاطر بقول الاجابة معناها يزوب اه يبقى الملح ايه دب في المية in the water so the bag became ها طب النتيجة لما الملح هيدوب الشوال هيكون اتقل ولا اخاف ها لا شطار يبقى became very ها light اه حد قولي light ديت يعني ضوء اعلى قطب بي القطع لا light هنا مش معناها ضوء ها light هنا معناها خفيف يبقى عكسها من شاطر يقول لي bravo صح كلمة heavy to carry اه يبقى كده اصبح لايه الحمل خفيف the donkey was happy طبعا الحمر اصبح ايه فرحان ان الحمل اتقل بقى ايه خفيف زن the donkey started to play the same اه trick خدنا كلمة trick لو فاكرين معناها خدعة يبقى بدأ يعمل نفس الخدعة everyday يا طرق ايه الخدعة اللي هو بيعملها صح كده bravo عليكم ان هو يجي عند المية ويعمل ايه يقع علشان الحمل يخف the salt came to understand بس الراجل بقى اللي هو بيع الملح بدأ يفهم the trick and decided يعني قرر to teach a listen يعني يعلم درس to it ها يطرى كلمة it دي تشير لمين هيعلم مين الدرس يطرى الباجي الشنطة او الشوال لا طبعا يطرى هيكون salt الملح برضو لا يبقى مين شطار يبقى زادونكي زانيكيز داي هي بط هي اللي هو المقصود بها old man او salt seller بط a cotton bag بدل ما يعبي الشوال ملح لا عبقى ايه قطن اه وحنا عارفين ان لو القطن نزل في قلب المية هيتشبع بالمية يبقى خفيف ولا تقيل لا ده هيبقى تقيل انزا دونكي اجين الحمر طبعا مش عارف اللي متحمل عليه مجرد ما وصلهم ليه المية ها وقع هوبينج زاد كان بيأمل بقى زا cotton bag would be still became lighter ان يحصل نفس الحكاية والحمل يبقى خفيف but the with يعني مبلل cotton became very heavy القطن اصبح ايه تقيل بدأ بقى يعاني من الحمل التقيل ات ها فهمنا كلمة ات اللي هي ايه دونكي خلاص فهمناه يبقى بدأ يتعلم درس خلاص ما عادش بقى ايه بيعمل الخدع دي بعد كده يبقى فهمنا كده ملخص الايه القطعة ان الدونكي حاول يبقى ازكى من الراجل ولكن من اللي طلع ازكى في الاخر ها مين برافو صح اللي هو الراجل او او نروح بقى للسؤال الاولين ها مين شاطر يجاو خلاص فهمنا كلمة ادية ها فهمنا اللي هو عايز يعلمه درس يبقى تشير الى مين دا دونكي طب يا طرح بيبيع الملح فين او بياخده الى فين خلاص يبقى حفظنا هنا من القطعة يبقى كلمة ماركت طب ناخد بقى اللي هي الشوال بتاع القطن لما وقع في المية بتاع مين القطن مش الملح لان الاجابة تختلف ات بيكيم ها اصبح تمام يبقى كلمة هذي طب مين شاطر عايزة خلي كلمة لايت دية تنفع هنشيل القطن ونحط مكانها كلمة طب السؤال الاول هنسيل يعني ايه يبقى لاجابة موجودة مباشرة الراجل دا بيبيع ايه يبقى هنشطه بوط ودد اجابة كاملة يبقى نقول هي الماضي من كلمة كلمة شازة كلمة ونحط كلمة اللي هو الملح طب ناخد بقى الكلمة ديات مقابلتناش في القطعة ايه دا يعني جاب لي سؤال برا القطعة لا هو جاب لي سؤال بس بشكل غير مباشر طب لو انا مش عارف كلمة جوز ديت انا عندي كلمة كاري كاري يعني ايه يحمل اه طب الراجل اللي ازاي كان بيحمل ها يبقى استنتج كلمة جوز ديت اللي هي اللي ايه البضاعة بتاعته يعني الملح تفهمنا المعنى كده السهلة خالص ايه يبقى حتى لو انا مش عارف كلمة جوز هركز على كلمة كاري يحمل اه يبقى بيشير الملح ازاي او بيستخدم ايه زا دونكي صح يبقى هنقول ده برضو سؤال بيعتمد على ان انا قرأت القطع كويس طب برضو سؤال مهم وبيعتمد على قرأة القطع كلمة بمعنى يطر زمان يطر مين الازكى فيهم الاول الدونكي حاب يلعب عليه خدعة بس مين اللي فهمها الراجل يبقى معنا كده هنقول ان زا مان از مور ان تليجنت يبقى الراجل هو الايه هو اللي كان الازكى او ازكى من الدونكي بتاعه نروح للنموذج اللي بعد كده وبرضو زي ما تعلمنا بقى مفروض نطبق بشكل صحيح بول افارمر سيد تو هايز وايف فارمر قلنا لول فلا سيد تو يعني قال لي هايز وايف ها اكيد اللي هي ايه زوجته يو ار ليزي يعني دايما كان بقول لها يو ار ليزي يعني انت ايه ها ليزي كسول يعني فيش تغلي ببطء يو واست يور طايم دايما بضيعي وقتك دوايف وز انجري اكيد زعلت من كلامه اد زا وردس او هير حسبند شي سيد شي نصوب اهمين ها صح زوايف برافو تو هير حسبند قالت له يو ار رونج ها رونج يعني ايه اكيد كلامك ده ها غلط استي ات هوم خلاص تنك انت في المنزل tomorrow يبقى انت تخليك في البيت tomorrow غدا i will go to the fold يبقى انا هروح لإيه الحقل يبقى تقول له خليك انت في البيت يعني اعمل انت شغل البيت وانا هروح لإيه الحقل اعمل الشغل بتاعك i will do your work there ها مين بطل يقول لي هنا كلمة زير ها زير ها برافو صح كلمة زير ديت ها يطر ايه شطار يبقى زا فلد اللي هو الحقل will you do my work at home here وانت بقى تعود هنا في البيت تعمل شغل المنزل اكيد الفارمر هو بيتهم زوجة نياك السولة تحيوافق the farmer said happily قال لها يا سلام very well اوكي i will do your work back at home خلاص انا هعبقى في البيت واعمل الشغل بتاعك زوايف قالت له خلاص اللي انت هتعمله قالت له بقى ايه milk the cow كلمة milk هنا مش بمعنى لبن لا جايك في المعنى يبقى يحلب البقرة feed the chickens وبعد كده اكل الفراغ and wash the dishes وكمان اغسل اطباق زوما went to the field راحت الى الحقل the farmer stayed back at home تانو قاعد في المنزل he went to the cow to milk it راح بقى عشان ايه يحلب البقرة he tried to milk the cow حاول ان هو يحلب البقرة but he couldn't يعني مقدرش يبقى كده فشل في ديه he received يعني تلقى a good kick يبقى هنا معنى الجملة ان الكو ايه رفصته he hit his head against the wall وتخبط في الايه في الحيط he went to feed the chickens راح علشان يأكل الفراغ he forgot يعني نسي to look after his children ما كانش ياخد باله اصلا ان ولاده موجودين في البيت ولم يهتم بوجودهم the wife returned from the field زوجته بقى راحت وجيت اخر النهار when it was evening لما الجو اصبح مساء the farmer looked in shame كلمة in shame يعني في قصوف او في خجل he didn't find anything wrong with his wife يعني ايه يعني لقى ان زوجته عملت كل حاجة بتعملها خلاص او هو كان بيعملها في الحط ولكن هو فشل ان هو يقوم بدورها في المنزل they lived happily اكتشف بقى خلاص ان هي انسانة كويسة ومش كاسولة زي ما هو كان بيقول together for a long time لفترة طويلة نروح ليه السؤال الاول the farmer is based the cow ناخد بقى لو ارينا القطع كويس هنقدر نجيب الاجابة يطرى killed ولا milked ولا couldn't milk ولا كلمة kicked اه هو حاول ولكنه ايه فشل يبقى مقدرش يبقى نحط كلمة couldn't milk the man thought that his wife was lazy يطرى كان بيعتقد ان زوجته كانت lazy كاسولة and his base his time او her time يبقى كانت keep او save ولا wasted ولا both يبقى هنا كلمة wasted بمعنى تهدر او تضيع the farmer looked in happiness ولا shake ولا shame ولا wave لا موجودة بشكل مباشر يبقى in shame يعني في خجل او في كسوف طب السؤال بيقول why was the farmer angry with his wife يطرى ليه كان غاضب من زوجته يبقى موجودة بشكل مباشر ان هي بتشتغل ايه ببطء وكمان بيطيع وقتها يبقى هنقول ان هي sought يعني كان بيعتقد ان she worked slowly and wasted hair طيب who is better the man or the woman من الموقف اللي حصل من الافضل اكيد طبعا هنقول زا ونحط كلمة woman هزي نكمل زين زمان what's in did the farmer forgot او forget to do يا ترى ايه الشيء اللي هو نسي يعملو من القطعة هو فشل في حاجات كتير بس نسي حاجة اه طبعا نسي ان هو ايه يعتني بيه الاطفال يبقى هنقول he he forgot to look after his children يعني نسي ان هو يعتنب لي بي الاطفال برضو يبقى اراية القطعة كلها بشكل مباشر وترجمة الكلمات هتساعدني على الحل اه دي بقى القطعة الاخيرة اللي هنسيبها اه لاخر الفيديو هيت وديت قطعة التحدي البطل بقى فينا من الطلبة اللي هيحل القطعة بشكل صحيح كل الاجابات هنسيب الاجابات في الكومنتات تحت الفيديو هنقرأ القطعة مع بعض ولكن من غير ما نترجم اي حاجة نقدر ان احنا نجاوب لوحدنا بقى ولو One day a queen wanted to see how intelligent her husband was She stood in front of him at a distance She held two baskets of flowers in her hands One was made up of real flowers While the other was made up of plastic flowers Which is true? Which is false? asked the queen The king was silent for a while He saw some peas outside the window They were sitting on their roses Open the window, said the king to a servant The servant obeyed the order The peas entered the room through the window They sat upon the basket of real flowers Everybody now knew Which the real basket of flowers was The queen praised the king's wisdom And was proud of him هارا الكواردو الأسئلة علشان تبقى أسهل The underlined word she refers to the The queen ولا king ولا basket ولا كلمة B كلمة C اللي تحتأخذ The king was really unwise ولا silly ولا greedy ولا wise The king was silent for a while I think he was يطرى sinking ولا sleeping ولا eating ولا كلمة sneezing Give a word in the passage that means roses هنسهل السؤال ده يعني عايزين كلمة من القطعة بتساوي كلمة roses What was the queen holding الجواب بشكل مباشر Where all the flowers real and why سؤال بيعتمد على قراتنا الصحيحة للقطعة نقرأ القطعة بشكل كويس فيها تقريبا سؤالين اتنين مهمين محتاجين تفكير وتركيز على القطعة انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم ومراجعة ليلة الامتحان واهم التوقعات ان شاء الله على قناة مستر حماد حشيش